اهلا بكم مشاهدين الكنام في حلقة جديدة من برنامجكم طبعة المشاهد وإلى أبرز العناوين انطلاق الدورة الثانية عشر من سوق عكاذ اليوم برعاية خادم الحرمين الشريفين قيادة المرأة ترفع نسبة القروضة الشخصية وزارة الإسكان تدرس أثر تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء نبدأ مشاهدين أولى ملفاتنا الصحفية حيث يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الدورة الثانية عشر من سوق عكاذ بتنظيم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية الرئيسية في الطائف وذلك خلال الفترة من الثالثة عشر إلى التاسع والعشرين من شوال الجاري حيث سيشهد سوق عكاذ عددا من الفعاليات والأنشطة التي تعرف بتاريخ الجزيرة العربية وحضارتها والإرث التاريخي لسوق عكاذ ومحافظة الطائف دعوني مشاهدين أرحب بضيفي في الاستوديو دكتور عبد الرحمن الحبيب كاتب صحفي حياك الله يا أهلا شكرا لإصلاحاته وأيضا ضيفي من الدمام الصحفي فالح الصغير حياك الله حياكم الله وهلا بكم وبلاخد دكتور عبد الرحمن أهلا بكم جميعا أبدأ معك دكتور عبد الرحمن كيف تقرأ استعدادات سوق عكاذ لهذه الدورة واضح أن الاستعدادات هي سنة عن سنة تزيد وهذه السنة هي الأكل فيها نشاطات وفعاليات متنوعة وكثيرة جميلة وهي أيضا تأتي مع الجو العام لنشهده في سعودية للدعم نشاطات الترفيهية ونشاطات السياحية والعروض والفعاليات والعروض والفعاليات بشكل كبير يعني ولسه احنا خارصين من عيد الفطر المبارك وكان فيه نشاطات كبيرة في كافة المدن والمحافظات وأعتقد أيضا نالت عكاذ بهذه المناسبة إعلان ودعاية جميلة جدا عندما وضعوا العبارة ناطرينكم في عكاذ فأنتقدوها كثيرين باعتبارها أنها كلمة محلية وعامية وأعتقد أن سمو الأمير سلطان بن سلمان كان رأيه جميلا لأنه قال أنه هذا جزء من التراث واللهجة المحلية هي في النهاية فرع من الفروع للغة العربية الفصحة وأساس عكاذ هو في الشعر الفصيح وفي العدب الفصيح ولكن هناك فرع أيضا لكي يكون الهدف أن يكون قريب من الناس لا يكون فقط نخبوي شعراء نخبوي يكون في شعبي ويكون قريب من الناس حتى سمو الأمير قال ممكن نقول نحتريكم بذن ناطرينكم أو نستناكم ننتظركم ننتظركم كلها يعني كلمات هي الهدف منها التحبيب وتقريب المهرجان أنه ما يكون نخبوي ويكون قريب من الناس وما قصر المنتقدين عملوا إعلان في تويتر وهذا كبير جدا أستاذ فالح الهيئة العامة للثقافة ستشارك في هذا العام من خلال الأمسية الشعرية والعروضة المسرحية وفعاليات موسيقية أخرى وأيضا غنائية أدوار كبيرة وحضور قوي جدا تقوم به الهيئة في سوق عكاب أبغى أعرف تعليقك على هذا الجانب إذا ممكن أولا رعاية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لسوق عكاب يؤكد الاهتمام بالسوق والتراث وبالثقافة والأدب وكل مكونات السوق والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اهتمت كثيرا بهذه الفعاليات وهذا السوق ولذلك تتقدم وتتطور مع كل سوق وكل عام لأنه الآن تجاوز العشر سنوات هذا السوق عكاب الثاني عشر فهذه من الخطوات الجيدة وأيضا لا بد من الاهتمام الإعلامي أكثر وأكثر وأيضا عدد من المشاركين أن لا يكون في المهرجانات العربية تعودنا أن أسماء تتكرر في الدعوات لهذه المهرجانات فيليت يكون هناك تجديد في الدعوات وأعتقد أنها موجودة لكن هو البحث عن دائما الجديد والأفضل والتطور وهذا إن شاء الله حادث ويحدث في سوق عكاب وأيضا يهتمون وهذا الاهتمام بعملية التقييم لأنه المعروف أنه بمجرد ينتهي سوق عكاب يبدأ الاستعداد للسوق القادم أي أنه الاستعداد له يبدأ لمدة عام كامل استعداد له أي ليس مجردا أنه ينتهي فينسى لفترة لا هناك استعداد وتجهيز لهذا السوق لأنه أصبح سوق كبير سوق معروف وإعادة لتاريخ سوق العكاب كان خطوة متقدمة وخطوة ممتازة جدا والاستمرار فيه وتطويره أيضا ممتاز ويسعد سواء المواطن والمقيم والعربي بسورة عامة نعم دكتور عبد الرحمن كيف يسهم سوق عكاب كونه يعتبر معلما حضاريا ومعلما عربيا بتنوع الثقافات العربية الموجودة وخاصة أنه هذه السنة رح يكون ضيفنا ضيف الدورة الثانية عشر مصر نعم هو الآن يعني في طريقه لأنه يصبح أحد المعالم الثقافية كأي مهرجان ثقافي كبير يحاول طبعا هو الأساسه أنه يسترجع التراث العربي القديم في سوق عكاب المعروف لكنه زي ما أشار الأستاذ فالح للصغير أنه مهم جدا تلافي التكرار اللي ممكن تقع فيه الأخطاء المهرجانات الثقافية يعني بسد هذه الثقارات بتنوعها بإثراء أساليب جديدة يعني أنا أعتقد مثلا الإشارة إلى أنه القرب من الناس وهذا أحد نجاحات مثلا مهرجان الجنادرية الثقافية وهو أصبح معالم العربية والثقافة العربية مهمة ومؤثرة لأنه قريبة من الناس لأن أحد إشكالات للثقافة العربية أو المثقفين العرب أنه يعني نشاطاتها نخبوية العندي الأدبية لدينا عندما نذهب إليها تجدين يعني في ندوة جميلة ورائعة الحضور ثلاثين أربعين صحيح يعني حضور قليل جدا ليش برأيك؟ الإشكال الأساسي الأول أنا أعتقد أنه نخبوي يعني يتناول قضايا أدبية وفكرية وثقافية ليست قريبة من الناس ما تهم العامية؟ قد تهمهم ولكن الأسلوب ليس قريبا من الناس يعني الخلفية تتطلب خلفية ثقافية معينة لكي تتناولها هذه مهمة جدا أنه كيف يستطيع المثقف النخبوي أن يتواصل بلغة مثلا مثل ما عشرت قبل قليل سمو الأمير سمو الأمير سلطان بن سلمان أنه قضية أنه يكون قريبة من الناس يعني يسهل يعني إذا أنت بتصيد عليه كلمات في تقعير اللغة مثلا أو مبالغة في طريقة التعامل مع الأحداث اليومية يعني بسطها كن قريبة من الناس وحافظ مهم جدا أنك تحافظ على مستواك الثقافية الرفيع لا تهبط فيه يعني لا يكون هناك إسفاف لكن لا تعيش في برج عاجي بعيد الوحدة أنت هو نخبة من المثقفين صحيح أستاذ فالح مشاركة 8500 تقريبا من المنظمين والمتطوعين في هذا المحفل التراثي حدثنا عن هذه العوامل الإيجابية لمشاركة هذا الجيل جيل الشباب وشابات للوطن هو زي ما ذكرت إغتيال عزيزة أنه إيجابية خطوة إيجابية هذه أنه المشاركة هذا العدد الكبير أكثر من 8000 بين عامل وبين المتطوع وهذا شيء جيد يعطي بعدا كبيرا للسوق أيضا الفعاليات كذا فعالية أكثر من 100 فعالية فيه إذا أنا دقيق في هذا فهذه جيدة جدا هؤلاء العدد الكبير من المتطوعين من العاملين يعطي أيضا دفعة قوية من ناحية الإعلامية أي أنهم يكونون أصوات إعلامية جيدة متحركة للسوق عكاظ إضافة إلى من المهمة الآن الاستفادة من الإعلام الجديد لأن الإعلام الجديد له تأثير كبير في الرأي العام سواء في تويتر في السناب في الفيسبوك في كل أدوات الإعلام الجديد نعرف أنه الكثير حتى من قيادات العالم تستخدم هذه الوسيلة تويتر وغيرها لإيصال رسالتها لأنهم يعرفون جيدا الآن ومنذ سنوات قدرته على التأثير نعم في المتلقي فهذا مهم أنه الاستفادة من هذا الإعلام بالإضافة إلى القنوات الإعلامية المختلفة سواء من صحف التلفزيون إذاعة وغيرها نعم دعني أنتقل إلى ثاني ملفاتنا الصحفية حيث أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث بإسم البنوك السعودية طلعت حافظ أن القروض الشخصية للأفراد أن القروض الشخصية للأفراد في البنوك السعودية نمت بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود حفظه الله بالسماح للمرأة بقيادة السيارة داخل المملكة وبينا طلعت حافظ أن نسبة الإقبال في تملك المركبات نمت بما يزيد عن عشر فمئة في العام الأول منذ صدوره دكتور عبد الرحمن هذا الخبر مسعد أو سعيد للبنوك هو يسعد يعني هي حركة حدثت نشاط طبعا يعني سواء القروض أو غير يعني حتى الوظائف هناك طبعا هو تبدأ من الشراء شراء السيارة والبعض قد يحتاج قرض له أو مشروع يعني سهل النقل سهل المرأة يعني في كثير من النساء قد يرفضنا كنا ممكن يرفضنا عمل بسبب ببعده صح مواصرات كانت صعبة الآن كانت لها صعبة الآن سهلة ولدينا أيضا قادم بعد شيء ننتظره وهو المترو سيسهل الاتصال وسائل النقل سهولة سهولة سائل النقل تؤدي لزيادة في النشاط العمل وهذه تؤدي لزيادة في المشاريع التجارية والاستثمار منطقي جدا أنه يكون هذا الارتفاع عشرة بالمية أيضا معه الحالة النفسية والمعنوية تعرفين الأسواق دائما تتأثر بالمسألة المعنوية مجرد خبر جيد حتى لو خارج البلاد لو بعيد أحيانا يؤثر والعكس خبر سيء أحيانا تسمعين إشكالية بين كوريا وأمريكا مثلا يهبط سوق الأسهم عندك وما له على أقل لأنه تخوف أحيانا من مجرد حالة نفسية يعني لا علاقة لها بالواقع هنا حالة نفسية إيجابية أتوقع كان لها تأثير المسألة النفسية الإيجابية كيف نقيسة حسب الأرقام هنا يعني هي زي ما تفضلتي خبر سعيد لنا جميعا عموما أنه يزيد الحراكة التجارة والنشاط التجاري جميل جدا أستاذ فالح المملكة العربية السعودية شهدت نقلة نوعية كبيرة وعدد كبير من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أيضا منذ تولي خادم الحرامين الشريفين مقاليد الحكم كيف تقرأ هذه الإصلاحات اللي ممكن يعني ما رح تكون آخرها أكيد السماح بقيادة المرأة في المملكة هي نقلة نوعية صراحة وتطور سريع متلاحق وعطى صورة خارجية عن المملكة العربية السعودية بخلاف الصورة الذهنية القديمة وكان هو الإعلام الغربي بالذات الإعلام الغربي يستغل عملية عدم قيادة المرأة بمحاولة التشويه لحقيقة المملكة العربية السعودية وواقعها وهذا إن شاء الله يكون يزيل هذه المحاولات التشويه من الإعلام الغربي وحتى بعض الأصوات العربية التي تسعى لأي أي هدف أي موضوع يسيئ إلى المملكة العربية السعودية اسمحي لي أن أشير إلى عملية القروض القروض كما ذكر المتحدث أنه زيادة 10% البنوك يا ليت البنوك يكونون مرنين في عملية القروض لأنه في بعض الإعلانات قرض استلم قرضك على طريقة مثلا استلم قرضك خلال نص ساعة استلم قرضك خلال ساعة وفي الحقيقة لما المتعامل مع البنك أو المتعاملة مع البنك يأتي للحصول على قرض يجد أن النص ساعة أو الساعة تحولت إلى أيام وإلى وقت طويل إذن لماذا هذا الإعلان وهذا التمويه ولا أقول أكثر من ذلك بهذه الصورة لنكون واقعيين أو البنوك تكون واقعية في عملية إعلاناتها وتحدد الوقت خاصة إذا اكتملت الأوراق المطلوبة أو الشروط المطلوبة للحصول على قرض فلا داعي أنه يتخذ هذا الوقت الطويل والأيام الطويلة جميل أكيد ننتقل إلى ثالث ملفاتنا الصحفية من صحيفة الوطن حيث كشفت الهيئة العليا لتطوير مدينة رياض في تقرير حديث لها أن نسبة مساحة الأراضي البيضاء المخصصة للسكان خلال العام الماضي 1438 للهجرة شهدت ارتفاع ما نسبته 64% من إجمال مساحة الأراضي وفي ذات السياق كشفت مصادر مطلعة للحياة عن صدور توجيهات لوزارة الإسكان أخيرا لإجراء دراسة عن أثر تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء من خلال تقارير توضح قيمة الفواتير الصادرة ومساحات الأراضي التي فرضت عليها الرسوم بشكل دوري دكتور عبد الرحمن ما سبب ارتفاع هذه الأسعار يعني 64% نسبة مساحة لا هو يقولك ترا في نهاية أي نعم المساحة لم تزيد هي مقارنة عندما عمل مقارنة المقدمة قد تكون تؤدي إلى مفهومه ذاكر لك أن النسبة ظلت زي ما هي عن بداية صدور قرار الرسوم على الأراضي البيضاء نعم السؤال إذن هو ما ذكرته بدل الزيادة أنه لماذا لا تنقص هو الهدف كان من الرسوم لمنع الاحتكار وإشغار هذه الأراضي البيضاء صحيح؟ صحيح هذا هو لماذا لم تنقص؟ يبدو السؤال أنا سألت حتى قبل البرنامج هذا مقتصين وهذا أصلا حتى اللي وصلت له ويصل له ممكن أي واحد هو السبب المنطقي الأول هو أن هناك انخفاض في أسعار الأراضي بالنسبة بشكل عام بحدود 30% نعم فالناس الآن ملاك الأراضي لا يريدون في هذه اللحظات في هذه المرحلة أو الشهور أو السنة سنتين أن يبيع إلا مضطر فهذا سبب عدم انخفاض المساحة الأراضي البيضاء إلا بعدين عندما يرون أن هذا سيكون سعر ثابت لأنهم يطمحون أن هذا النزول سيعود وهذا يطمح أي مالك عموما عندما يبيع فهو ينتظر أن هذا هبوط مؤقت وقد يعود لأن بعضها أصلا لم تهبوط بعضها هبطت بأكثر من 30% وصلت إلى 50% أو 70% فهي مختلفة الهبوط فكل مالك يطمع أنه ربما أنتظر وحافظ على الأرض وبيعها لاحقا بقيمة أعلى فبالتالي هذا السبب يعني الأكثر احتمالا أنه الملاك حافظوا على أراضيهم دون أن يبيعوها رغم رسوم 2.5% جميل جدا أستاذ فالح برأيك هل اختلف سوق العقار في المملكة منذ تطبيق رسوم الأراضي البيضاء برأيك؟ والله يشوفي الصراحة أنا ما نفهم ما نفهم الخبر هل فيما قدمته وزارة الإسكان في الخبر ذاته الواضح أنه سوق العقار فيه ركود كبير يعني فيه ركود نعم جدا وحتى يعني فيه بعض الشقق خالية خرجوا الناس منها يعني فيه ناس حتى خفضوا الإجارات ولذلك مع ذلك فاضحة خالية تماما ولفترة طويلة يعتبر والأراضي الأراضي العقاريون يذكرون أنه لا يوجد حركة كبيرة لا يوجد بيع وشرة بما هو معروف عن العقار فعملية البيضاء أو من 20 عام لم ينخفض ما أعتقد أنه فيه وضوحة أكثر أو فيه صراحة نعم دكتور عبد الرحمن أعود لك أيضا مصادر الحياة كشفت أن وزارة الإسكان عملت دراسة من قبل الوزارة نفسها على هذه الأراضي كيف تجد هذه الخطوة المميزة بحق وزارة الإسكان؟ هي مهمة نعم أن تعمل دراسة لماذا وضع 2.5؟ حتى البعض يقول ممكن أقل ممكن أكثر تعمل دراسة لتعرف ما مدى الآن مضى عليه السنة لتعرف مدى تأثيره على السوق العقاري مدى تأثيره في البيع والشراء على الأسعار على إلى آخر فتعمل دراسة لقرار أنت أصدرت قرار مهم جدا ومؤثر في سوق العقار تريد أن تدرس الأثار الناتجة من هذا القرار لكي تطوره وتعممه على يأخذ مصار مختلف عن ما هو عليه جميل أكتفي بالحديث عن هذا الملف بهذا القدر وننتقل مشاهدين إلى آخر ملفاتنا الصحفية مع قبر من صحيفة مكة أشارت فيه إلى أن تصدر الرياض المرتبة الثالثة عربيا وال45 عالميا من حيث غلاء تكاليف المعيشة للوافدين في حين جاءت جدة في المرتبة الثامنة عربيا و118 عالميا وفق التقرير السنوي لشركة ميرسر ونقلته وكالة بلومبرغ الأمريكية أمس وتعتبر دراسة ميرسر من أكثر الدراسات جمولا في العالم وهي مصممة لمساعدة الشركات المتعددة الجنسية والحكومات على تحديد بدلات التعويض لموظفيها الأجانب وتستخدم نيويورك كمدينة أساس وتقارن كل المدن بها وتقاس حركة العملة في مقابل الدولار الأمريكي وتشمل الدراسة أكثر من 400 مدينة عبر القارات الخمس دكتور عبد الرحمن هل ارتفاع الأسعار يعتبر أمر طبيعي في هذه الدول؟ يعني هو بالتأكيد هو طبيعي إذا أخذنا التطور الهائل التي تشهده مثلا هذه المدن أو الدول التطور الاقتصادي النمو الاقتصادي فيصاحب النمو الاقتصادي الارتفاع في مثلا في البداية تم الارتفاع في الأراضي ثم الارتفاع في السلع تعرفين أنت مثلا مدينة دبي هي أعتقد الرقم واحد أو أبوظبي الموجود في المدينة نعم دبي وأبوظبي والرياض ثالثة عربيا دبي الرقم واحد وعالميا هي رقم 22 فهذا مؤشر يعني ممكن تأخذينه مؤشر سلبي وممكن تأخذينه إيجابي هو المؤشر سلبي إيجابي أنه فيه نمو الاقتصادي سريع لذلك توكيو من أغلى المدين وهي أكثر تطورا وهكذا تلقيم في سنغافورة والمؤشر السلبي المؤشر السلبي أنه الغلاء نفسه الغلاء بحد ذاته صعوبة المعيشة تكون فيه فبالتالي إذا أخذنا على الوافد ربما المواطن يعني يمنح العديد من التسهيلات لكن بالنسبة للوافد يكون هناك صعوبة أو الأجنبي أو السائح نعم يكون فيه صعوبة بارتفاع وغلاء مستوى المعيشة نعم أيضا إيجابي تأخذينه آخر بالنسبة للمواطن لإشغاره الوظائف اللي قد يضطر للوافد أنه يترك البلد ويعود إلى بلده ويتيح فرصة للمواطنين أكثر أنه يشغرون الوظائف وظائفهم استاذ فالح لماذا الرياض أخذت هذا المركز المتقدم؟ هل ضريبة دور في ذلك؟ والله أنا اقتصاديا ما أعرف بشكل جيد لكن أنا أتمنى من الصحف ومعروف عن الصحف الدكتورة عبد الرحمن يعرف وكنا كعلاميين نعرف أن الصحف العمل الميداني الصحفي هو العمل الجيد العمل الذي يعطي للصحيفة قوة وتأثير فليلت الصحف تتمكن من عملية استطلاع رأيي مثل هذه القضايا يعني الخروج إلى الميدان في عمل هذه غلاء معيشة بالنسبة للوافدين غلاء معيشة بالنسبة للمواطنين والمقيمين قضايا متعددة تستطيع الصحف من خلالها أن تتابعها ومعروفة أيضا أن هناك اجتماعات يومية للتحرير لطرح محاور وقضايا لمناقشتها وطرحها وارتباطها بشكل مباشر مع حياة الناس اليومية نعم الحديث معكم ممتع لكن للأسف الوقت ذهب ختام المشاهدين أشكر ضيفي في الاستيديو دكتور عبد الرحمن الحبيب كاتب صحفي هياك الله شكرا لك شكرا لك وأيضا ليفي من الدمام الصحة في فالح صغير شكرا لك شكرا لكم أعطيكم العافية وشكرا الأول والأخير لكم مشاهدين على حسن المتابعة أنقل لكم تحياتي وتحيات فريق عمل طبعة المشاهد إلى الإقامة شكرا لكم شكرا لكم